تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة أر أمفو الأرب في تويتر ويوتيوب ورابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد على أوساسونا الفوز اللي بيعني إنه ريال مدريد بطارد أتلاتيكو بطارد برشلونا وبيبعد عن إشبيليا في سباق دوري محتدم بين أربح فرق حندخل بتفاصيل هذا اللقاء بس كالعادة بذكركم تشتركوا بالقناة وأيضا تتركوا لايك على الفيديو وبنبدأ بالتفاصيل كما هو متوقع في الوقت اللي كانت شلسي فيه بريح لعبين بخط وسطه ريال مدريد برد بإراحة كروسو مدريد الجميع بيعتقد لقاء القيام بين تشلسي وريال مدريد هو معركة وسط اللي بفوزها حيتأهل فالاثنين اغتنموا بفرصة إنهم بلعبوا مع فرق ممكن هزيمتها ممكن الفوز عليها بدون الأساسيين فشفنا كروسو مدريد عم بنالوا فرصة الرحة اليوم زيدان حاول في ظل إراحة كروسو مدريد إنه يعوضهم بوضع هازارد أسنسيو جونيور شيء من المهارة مع السرعة مع ناحية تقنية كويسة كان يتوقع إنه يكون هذا كافي اللي تعويض كروسو مدريد في لقاء اليوم بنفس الوقت زيدان كان عم يعرف إنه بيدخل بالعب مع فريق مش سهل أبدا أوساسونا في آخر أربع مباريات فاز ثلاث مباريات وخسر واحدة من الثلاث اللي فازهم في اتنين على فلنسيا وفي ريال أوساسونا رفع رصيده بالفترة الأخيرة بعد تحسن نتائجه وخلاها في مراكز الأمان في منتصف الدوري وبعيدة عن دقرة الهبوط يعني الفريق بلعب اليوم مرتاح نفسياً ذهنياً وحيحاول يحقق النتيجة مش تحت الضغط بس نتيجة للذكرة لعند لاعبين عم بيلعبون فريق كبير زي ريال مدريد أول دقيقة في المباراة عرفنا أن ريال مدريد اليوم بدي يحاول يعكس استراتيجية زيدان المعتادة في مباريات اللي بيحاول فيها ما يتعب ما يرق لعبه بالعادي هو بيستنى كثير بيخلي الشوط الأول يمشي تقريباً بلا فرص وبلعنين بشوط ثاني بيخطف هدف وبفوز اليوم لا شفنا من أول دقيقة الفريق حاول يلعب برتم سريع كرة كثيرة للأمام ورغبة أنهم يدخلوا منطقة الجزاء كانت الدقائق الأولى فيها شعور أنه جميعنا أنه ممكن تخلص المباراة بسرعة لكن مش هذا اللي حصل بعدما أساسونات لقى الصدمة الأولى تاعت الدقائق الأولى من رغبة ريال مدريد بتسجيل مبكر قدر يتماسك وقدر يوصل الدقيقة 25 تقريباً بدون من ريال يسدد ولا كرة بين القائمين وهون كان في أسباب لهذا الشيء يعني مش شيء من الصدفة ريال فعلياً كان عم بحاول يلعب برتم سريع فالمشكلة ما كانت ترتم كان عم بيسمح لأظهر تتقدم وين كانت المشكلة في البداية الأساس عند أساسونا الفريق اللي كان منظم للغاية اليوم بدافع بزيادة عددية كبيرة مانع أي لعب من ريال مدريد يسقط ما بين خط دفاعه ووسطه تماماً يعني ممنوع تماماً السقوط ما بين الخطوط وتكون كلاعب رقم عشرة اللي هو كان هازارد اليوم يكون فيه إنه في منطقة فعالة يضع الكرة في منطقة الجزاء وأجبر ريال مدريد يروح على الأطراف وهناك ريال مدريد كان عنده مشكلة واضحة بالأطراف إنهم ما كانوا عم بيتواصلوا مع بعض يعني قليل ما شفنا جونيور عم بيلعب مع مرسلو جملة كاملة أو شفنا مثلاً أسينسيو بيلعب مع أودرازيولا جملة كاملة وكانت فيه نوع من العرضيات اللي تعامل معها لعبين أوساسونا بشكل ناجح وزاد من راحة أوساسونا أيضاً أمرين مختلفات أول أمر الريال في الارتداد لما كان يفتكي الكرة من الدفاع للهجوب كان بطيء كنا دائماً نشوف أسينسيو يوقف على الكرة أكثر من لازم كاسمير ممكن ياخذ وقته هو بحاول يصعدها لو كان كروس أو مودريد ما كنا نشوف هذا البطء طبعاً فأسينسيو بتحسه بلف حول نفسه مرة جونيور بيستقبل الكرة بياخذ بوقت تقرر شو بيديو يعمل فهذا الشي كان يخلي لعبين أوساسونا يرجعوا لما يتقدموا بالهجوم يرجعوا وياخدوا مركزهم الشي الثاني الريال عانوا تقريباً للدقيقة ستين أو سبعين حتى اليوم من مسألتهم يفتكي الكرة من أوساسونا ونتيجة أنه مش قادر يفتكي الكرة من أوساسونا كان يقرب على مرمى الريال ما نريد ويهدد ولو لا كورتوا في الشوط الأول ربما المباراة عكست تماماً هذا التهديد كان يعطي لعيبة أوساسونا في قابل نفس أكثر وأكثر أنا تكلمت عن دقيقة 25 لكن فيه شيئه لازم أكمله وبعدها لنهاية الشوط الأول الريالة حسن جداً خلق كمية فرص مهمة عابها التسرع اللي خلق أوساسونا في اللقاء لكن الفريق انتشر أكثر صوراً نشوف كاسيميرو عم بتحرك أكثر دور بلانكو الهجومي صار عم بيتوضح أكثر كلعب تاكتيكي حتى أسينسيو زادت كمية حركته هازارد زادت حركته وهذه كلها قدرت شوية تخلق الدفاع أوساسونا بس مش بالشكل الكافي والحاسم وغاب على ريال مدريد اليوم بشكل واضح مبدأ الانطلاقات الفردية يعني للدقيق 65 هازارد جونيور تجيهم كرات بالعادة هم بينطلقوا جونيور تحديداً بينطلق اليوم لا كان عم بتوقف يمرر كان عم بتوقف يتلقاء ياخد قرار غير اللي احنا متعودين عليه هازارد نفس الشيء ولما تلحظوا الدفاع منظم بشكل ممتاز زي أساسونا اليوم بعض الأحيان بيكون حلك بالانطلاقات الفردية حتى لو كانت مش 100% إيجابية نحو المرمى لكن شيء يخلخل هذا التنظيم في الدقيق 65 جاء تبديلين مهمات في هذا اللقاء رودريغو عم بيدخل بدل جونيور وغو تيريز عم بيدخل بدل مارسلو هذه التبديلات أعطت الفريق نوع من السرعة حسين الفريق بعدها قرر يرفع السرعة بشكل واضح خصوصاً بعد نزول اسكو أيضاً بدل هازارد رودريغو أعطى الريال شيء كان مش موجود في الشوط الأول المبادرة الفردية ربما بشكل عشوائي بعض الأحيان بعض الأحيان الانطلاقات الفردية اللي بتنقطع منه أو بيخذ بها فول لكن هذا الشيء كان غايب عن ريال وهذا الشيء بتحتاجه في هيك ظروف معقدة طبعاً مش هذه التبديلات اللي جاءت بالهدف اللي جاء بالهدف في النهاية هو السلاح التقليدي عند ريال مدريد زيدان لما الأمور تتسكر كلها ركلة ركنية من إيدر ميليتاو المدافع اللي من أول بلش يلعب أساسي مع ريال مدريد بالفترة الأخيرة كل مباراة عم بيعطي 100% بشكل صحيح تقريباً مثالي لكن بعض الأحيان في إسبانيا وتحديداً لما تلعب مع مدريد وبرشلونا تحتاج حتى لو كنت قلب دفاع لهدف يتذكروا الناس هدفي فيك مباراة عشان يبلشوا يركزوا على أدائك الدفاعي ويقدرواه قلوا بالدفاع بالفرق الكبيرة مش بس للدفاع هذا شيء بيعرفه ميليتاو شيء اليوم ابتسم في ميليتاو لأنه الأمور كلها تهيئت أنه يكون هو صاحب الهدف اللي يريح مدريد ويخليه في سباق الدورية طبعاً بعد الهدف جاء هدف كاسميرا والأمور صارت مجرد تمشاية وقت بعد ذلك بالنسبة لهازارد اليوم شوفنا فيه تحسن بدني شوي حركة أكثر لكن أعتقد على المستوى الذهني لسه هازارد بده وقت تيدخل في جو المنافسة الحادة ممكن تكون مباراة تشلسي بالنسبة له شرارة انطلاقة لكن شوفنا في بعض المواقف قراراته أبطأ ما بتشجع أكثر في القرار ما عنده لسه بده وقت في حين اللعب الأكيد مرة ثانية أعطى إشارة إيجابية جداً كلعب ذكي لعب ممتاز بأنه يتمركز بشكل صحيح يساعد زملائه ولعب بيلعب بكل أريحية وبدون أي ضغط نتكلم عن بلانكو اللعب اللي واضح أنه على الأغلب حيكون السنة الجاي في فريق رياماندريد الأول كلاعب إضافي في خط الوسط لأنه بالتأكيد في مدلش السنة الجاي ما رح يقدر يلعب نفس دقائق اللي لعبها السنة هاي وقبل ما أختم طبعاً جمهور مدريد كله انتبه على أنه كانت الكرة بعض رحيان توصل على مشاعر في منطقة الجزاء عند أسينسيو مارسيلو أودرازولا جونيور هازارد القرار اليوم كان هو اللي معقد المباراة على مدريد بجانب لازم نقدر طريقة أساسونا بالدفاع وتمركز لكن العبت على مدريد اليوم ربما مسألت التفكير بتشلسي أكثر من اللازم خلتهم ياخذوا قرارات كثير مقروعة كثير سهلة يعني عندما تشوفها عارف شو بديم يعملوا بهذا الموقف فهذا الشي صعب أنهم يعني يقدروا يخلقوا في الدفاع وكرة واحدة تقريباً في أول سبعين دقيقة جاءت في تمريرها غير متوقع من أسينسيو لجونيور جعلوا واجه المرمى هذا اللي كان مطلوب في لقاء اليوم وهذا ربما اللي يكون مطلوب في لقاء تشلسي أيضاً أنه لما تسكر الأمور معك رفعياً لازم تيجي أفكار مش متوقعة أفكار غير تقليدية نوصل هون لنهاية حلقة سيفي مدريد بذكركم تشتركوا بقناة سيفي سبورت تتركوا راك على الفيديو وتابعوني في حسابات التواصل الاجتماعي أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة